من نزعة الموت الأخيرة وعلى فراش الاحتضار في سوق العمولات العالمية يعود الريال اليمني متلمسا وجوده بعد تدهو رحالته الصحية إلى حد قياسي وغير مسبوق أمام الدولار ما إن اندلع الثورة الشباب السلمية في فبراير 2011 كان الريال اليمني في البنك المركزي بصنعه يتلقى من مندقية النظام السابق طلقات هدفت وللأمانة التاريخية إلى إصابته بإعاقات بالغة وتجنبت إصابته في مقتل بعد انتقال السلطة إلى الرئيس الشرعي عبد الرب منصر هادي وحكومة الوفاق الوطني كان الريال اليمني يترنح في ريح الاحتمالات في سوق الصرف إلا أن مليار دولار أو دعت السعودية في البنك المركزي منحته دفعة حياة وقوة ليصمد أمام الدولار بسعر مستقر وأقوى من ذي قبل اجداحت الميليشي الحوثية صنعه في سبتمبر 2014 ليدخل الريال اليمني أسوأ مرحلة في تاريخه وليعيش شبح الموت لأكثر من مرة ما انبسطت الميليشي الحوثية يديها على خزائن البنك وتبدأ في نهبه إلى آخر الريال نهبت الميليشيات رليونات الريالات وكل الاحتياطي النقدي والمقدر بخمسة مليار دولار وأصيب الريال اليمني بجلطات قاتلة وتدهورت حالته المالية والصحية حتى غدا في عداد العمولات الميتة في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس قرارا بنقل البنك إلى عدن كان البنك خاويا على خزائنه لكن القرار كان صائبا وضروريا برأي كثير من خبراء المال والاقتصاد في عدن حاول البنك الناشئ على بلاط معطل من أي احتياط نقدي أن يفعل شيئا من أجل إنقاذ الريال إلا أن امتناع الميليشي الحوثية بتوريد إرادات الدولة إليه إلى جانب أسباب منطقية حالت دون طموح البنك لم تكتفي الميليشي الحوثية بنهب مركز صنعاء وإيصال الريال إلى سرير المحتضر فعملت على فتح عشرات محل الصرافة للمضاربة بالعملات وقتل الريال اليمني عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومع شهقة الموت الأخيرة للريال اليمني جاءت الوديعة السعودية الثانية 2 مليار دولار لتنفخ فيه روح الحياة وتعيده إلى الوزود وقد كانت إحدى قدميه في برزخ العدم موسيقى